السلام عليكم مبدأ باولي للاستبعاد ينسب هذا المبدأ إلى الفيزياء النمساوي فولفانك باولي وينص على أنه لا يمكن أن تتساوى الأعداد الكمية الأربعة لأي إلكترونين في ذرة واحدة وعليه لا يزيد عدد إلكترونات المستوى الفرعي الواحد عن إلكترونين بشرط أن يدور كل منهما باتجاه معاكس للآخر فمثلا في الرسم المقابل نجد أن الحالة الأولى اللي وزعنا فيها الإلكترونات هنا باتجاه متعاكس في الـ 1S وأيضا هنا متعاكس في الـ 2S أنها طريقة صحيحة ولكن في الحالة الثانية وفي الحالة الثالثة التي تم فيها توزيع الإلكترونات بحيث يكون لها نفس الاتجاه إما إلى الأعلى وإلى الأسفل فهي خاطئة السبب لأنه إحنا هنا جعلنا كلا الإلكترونين لهم نفس عدد الكم لهم نفس عدد الكم المغزلي MS يساوي موجب نص وفي الحالة الثانية جعلنا كلا الإلكترونين لهم نفس عدد الكم المغزلي الدوراني أن لهم سالب نص وهما أصلا يشتركان في عدد الكم الرئيسي N يساوي 2 والثانوي L يساوي 0 والمغناطيسي ML يساوي 0 إذ هم مشتركين في الرئيسي وفي الثانوي وفي المغناطيسي فلا يمكن أن يشتركوا أيضا في المغزلي أو الدوراني لا يمكن لذلك يجب أن يكون أحدهما إلى الأعلى موجب نص والآخر إلى الأسفل سالب نص تعالوا نأخذ مثال على هذا المبدأ اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة عنصر الفلور لعدد الريسيوي 9 موضحا بالرسم طريقة التحقق من تطبيق مبدأ باولي تعالوا نوزع 9 إلكترونات في ذرة الفلور المتعادلة 1S2 2S2 2P5 لاحظوا 2 و2 أربعة وخمسة صارت 9 نرسم الآن المجالات الإلكترونية مجال واحد للـ 1S والـ 2S وثلاث مجالات إلكترونية أي ثلاث مستويات فرعية من النوع 2P لاحظوا عندما نوزع الإلكترونات 1S2 إلكترونية متعاكسين 2S2 وهنا خمسة إلكترونية حسب قاعدة هوند هذا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس لاحظوا لا يمكن لأي إلكترونين داخل ذرة الفلور أن يكون لهما نفس أعداد الكم الأربعة مثال لو أخذنا هذين الإلكترونين هنا وأردنا حساب أعداد الكم الأربعة لهما نحسب أعداد الكم الأول بالاتجاه إلى الأعلى وأعداد الكم الأربعة للإلكترون الآخر بالاتجاه إلى الأسفل هنا عدد الكم الرئيسي يساوي 2 موجودين في مستوى الطاقة الرئيسي الثاني إذن N يساوي 2 لكل الإلكتروني عدد الكم الثانوي يساوي 1 لكل الاثنين لأنهم موجودين في المستوى الفرعي من النوع B والنوع B يأخذ قيمة عدد كم ثانوي 1 عدد الكم المغناطيسي ML لكل الاثنين لأنهم موجودين في نفس المستوى الفرعي في نفس الحجرة إذن هم يأخذوا العدد صفر لماذا صفر؟ لو تتذكروا هذه المستويات الفرعية الثلاثة تأخذ القيام من سالب 1 صفر إلى موجب 1 هم موجودين في النصف إذن صفر إذن لاحظوا اشتراك الإلكترونين في أعداد الكم الثلاثة عدد كم الرئيسي والثانوي والمغناطيسي يبقى المغزلي وهنا لا بد أن يختلفه في المغزلي عدد الكم المغزلي MS للإلكترون الأول إلى الأعلى موجب 1.5 والثاني MS يساوي سالب 1.5 لأنه اتجاه دورانه إلى الأسفل وبكذا يكون تحقق مبدأ باول الاستبعاد أنه يستبعد وجود إلكترونين لهم نفس أعداد الكم الأربعة فعلا أنه يختلف هذين الإلكترونين في أعداد الكم المغزلي أو الدوراني شكرا لكم وأطيب الدعوات لكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر